هاي كيف كنت؟ أتمنى تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاطفية الكفية عن مشاعر الحبيب نوية وإلى ما ستقول علاقتكما رح نشوف مستقبل العلاقة كذلك رح أتحدث عن مشاعرك أنت ونويةك يا برج الدور ورح أخصص فقرة لنازلة الزيب نازلة عم ينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم رح نكشوف بورقة تاروت شو رح يطلع لك يا زيب برج الدور يعني كيف العادة وكيف معود تكون على أن الكراءة تقبل أن تكون عكسية وممكن ووارد جدا أن تكون عكسية وكذلك يعني إذا من طبقت عليك القراءة ممكن تشوف البرج الشمسي والقمري أو الطالع لحسب شوف أي قراءة تنطبق عليك وشوف الفيديو طبعا يعني وبدأ أشكركم على دعمكم لإليك شكرا وكمان ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي وتحطوا لي كومنتز عم يطلع لي برج الدوري على أنه أنت حاليا كأنه في عندك طاقة جيدة جدا أنا متحس حالك أنه طفل صغير تحس حالك يعني عندك طاقة وإنرجية كتير عالية لبدأ أي شيء بحياتك إذا كان المشروع يعني إذا كان الموضوع مشروع مادي فأنا وخاصة الطاقة عم تطلع هون يعني بالموضوع المادي بيطلع البنتيكلز اللي هم النقود عم يطلع لي أنه أنت حاليا يعني الموضوع العملي عم تفكر فيه بكثرة بهذه الوقت وعم شوف في بداية لمشروع يعني بداية أو خطوة أولى لجني الميل عم شوف في مردود ميلي بيطلع لك من هذا المشروع إذا ما كان الموضوع على مشروع أو عمل عم شوف الموضوع يعني على استقرار كأنه أنت بدتك استقرار وعم شوف في بداية خطوة نحو استقرار ممكن إذا كنتوا علاقة فيه علاقة غير مرسمة عم شوف فيه اتجاه نحو الترسيم إذا ما كانت الأوضاع وكنتوا فيه علاقة مش ثابتة وكل مرة ما فيها ثابت يعني هالعلاقة ما فيها العلاقة كل مرة تتخاصم وتتصلح ومش متفاهمين مع بعض عم شوف أنه في ثابت بهذه الوقت أو بهذه الأيام عم شوف أنه الوضع فيه استقرار فيه ثابت أكثر الموضوع يعني أو الشريك عم شوفه حليا يعني بطاقة الكوين يعني ممكن هالإنسان عم يتحدث معك بنوع من القصوة أوكي بنوع من القصوة يعني محسسك بنوع من هالإنسان عم يتحدث معك بنوع من القصوة كذلك ممكن يكون بيتحدث معك بنوع من الكبر بالرغم أنه شخص أنت بارف أنه شخص حساس وشخص جميل بس عم يتحدث بلغة قاسية شوي أوكي كذلك عم يتغى عليه الوضع المادي عنده وضع مادة جيد جدا يعني استقرار يعني مش الكل راح تكون قراءة أشخاص أغنية بس أنا عم شوف أنه هالإنسان ماديته يعني فيه استقرار مادة وفيه موضوع مادة جيد جدا مش إنسان الموضوع المادي ليس جيد أنا عم شوف كذلك أنت برجة ثورة عم شوفك أنا عم تحس فيه خياني من الشريك ويعني كأنه مشاعرك حاليا مرتبك وكأنه عايز انتقام عايز أنه تنتقم لهذا الشخص لأنه أنت عم تشوف يبرج الترع لأنه العلاقة استمرت طويلا وتحملت الكثير من أجل هذه العلاقة بس كيف جازعك هالشخص جازعك بالتخياني خانك غدرك ولهيك أنت عم تحس وأنه في طاقة انتقام بلتك تنتقم لكرامتك تنتقم لكل هالوقت اللي ضيعته معه وهالجهة اللي ضيعته معه بقى بالفشل أما الشخص الآخر عم شوفه إنسان عم يحبك في مشاعر كتير بس كمان هو مجروح من يعني في حب قوي ومجروح كذلك هالإنسان مجروح عم يحس أنه في جرح وفي ألم داخله بده يرجع الأمور العاطفية إلى ما كانت إليه قبلا في أفكار كتير سودوية عم تجي بباله لأنه هايدي الشادو السايدز هي ورقة الشيطان بأوراق الثانية ورقة تاروت اللي أنتو عم تستعملوا وبيستعملوها البنيات عم شوف على أنه في أفكار سودوية براسه عم تجي بباله في كسرة قلب بس هالإنسان في كتير عم يحمل يعني حب كبير لإلك هالإنسان عم يحبك بشكل حقيقي بس أنا عم شوفك عم تشوفك كأنه خائن كأنه غدرك كأنه ما أوفى بشيء يعني في نوع من الخيانة كانت خيانة جسدية أو خيانة معنوية ممكن ما تكون خيانة مع مرأة أخرى ممكن يكون خانك ما أوفى بالعهد أنه ما ما كان على قدر كلمته أوكي أعم شوف كذلك على أنه الأشيء اللي ما عم تحب فيه ما عم تحب فيه لأنه ممكن هالإنسان بيعطي للآخرين أكثر ما بيعطيك أنت مشاعره نحو الآخرين كتير قوية وبيعطي وقت للناس الثانية بيعطي جهد وبيحترم الناس الثانية أكثر ما بيحترمك أنت عم تحس أنه ما فيه عدل بالعلاقة أنا اللي راح كون يعني من أولوياته ما عم يعاملني جيدا أوكي هيك أنت عم تحس كذلك عم شوف حتى الإيجيبيات أنه إنسان أنت كذلك تعتري فيه برجو التطور على أنه هالإنسان بيعرف يحكي معك كلامه حلو ممكن بيقدم لك هدية شخص رومانسي هالإنسان ممكن يكون برج السرطان وعم تطلع عند الأبراج طاقة برج التطور كذلك طاقتك يا برج التطور طاقت برج القوس عم تطلع طاقت الأبراج المائية والأبراج الهوائية وكذلك الترابية حتى النارية يعني كل الطاقات عم تطلع عند بهذه القراءة عم شوف على أنه كذلك هو ما عم يحب فيك على أنه أنت شخص ما عم تقدر أو لا تستطيع أن توازن يعني أنت شخص ما بتعرف توازن كتير أشيء ممكن أنت إذا أحببت أحببت بعمق وممكن بتريده لهالشخص لآخر يعني تمتلك لهذا الشخص ما عم تعرف كيف توازن وقتك أو تعرف أنه كيف العلاقة تعيشوها لأنه أنا عم لاحظ وحتى من الكومنتات اللي عم يتطلع عندي على أنه إحنا شعب عندنا مشكل بالعلاقات لأنه مشكلة الناس خاينة ومشكلة الناس حرمية ومشكلة الناس كذبين أحنا عندنا مشكلة بالعلاقات ما منعرف نتعايش بالعلاقات العلاقة ما تفكرواها عيني أبداً العلاقات تستنزفك طاقياً تستنزفك يعني من وقتك من كل شيء العلاقة شيء ليس بالسهل إذا أنت بتدخل بعلاقة بس ليعطيك الشريك أنت على غلط لأنه العلاقة فيها أخضرات فيها نوع يعني كتير صعب العلاقة يعني أنا عم شوف أنه كل الناس متى كلمتها اللي رح تمشي كمان عم شوف البنات أنا حكيته ما رد علي وليش ما عم يحكي معي ما رح يحكي معي كأختي ما رح يجاوبك ليش بقى لأنه أنت عم تعطي طاق على أنه أنا محتاجيتك بس لما تعطي طاق على أنه أنا لا ينقصني أحد في حياتي أنا العلاقة بعملها بس لأستكفي فيها أو يكون فيها نوع من تغطي جزء من العاطفي أو الفراغ الداخلي هيدا بس يعني أنت كيف فرحت كيف أجد ولازم تكون علاقة عقلانية علاقة ما فيها نوع من التشبت والتعلق بالآخر ما فيها غيري وما فيها شك أكيد رح تكون علاقة ناجحة كوني على أكيد لأنه أنا عم شوف دول العربية كلية عندها مشكل بالعلاقات إذا بدكن أنه أعمل حلقات عن العلاقات لأنه عم شوف في مشاكل كتير كبيرة من هذا القبيل رح أعمل إن شاء الله بس حتوا لي بالكومنت أنا خاصة هو عم يشوفك لأنه ما بتستطيع أن توازن بين حياتك وبين هالعلاقة كأنه هالعلاقة أخذ كل وقتك كأنه هالإنسان ممكن خانق عليه ممكن عم تكلمه كتير كأنه عم تقول له ليش ما حكيت معي ليش هيدا لا مو لازم تكون هيك لازم تكون متويزن بالعلاقة لأنه عم تطلع لي طاقة التويزن أكثر الشيء الإجابيلي عم يحس هالإنسان جميل فيك برجة صور على أنه أنت شخص شخص يعني كلامك جميل عم تسأل عليه عم تحكي معه عم تلفنه عم تسأل يعني هالإنسان لا ينكر على أنه أنت عم تسأل فيه وبيحب هالشغلة بس أنت ممكن عم تبالغ بالأمر تبالغ بالشيء عم تحكي معه بكثرة عم تسأل عليه عم تخنق عليه وخاصة أن الرجال ما بحبه الخنقه الرجال بحبه الحرية يكون حر ما بحب أنه تحطه بقفص وكل مرة تسأل عليه ووين رحت وين أجد ما بحب الرجال هيك أوكي بس بالنوية أنت عم تنوي على أنه العلاقة يعني تتجدد أو العلاقة تاخد منحة نحو أنه تتحزن أوكي أنه أنه يعني يصير فيه نوع من من التويزن وترجع على بعض عم شوف في مراسلة وفي حكي أوكي كذلك هو بده الأوضاع تستقر معك أكثر بده الأوضاع تستقر ويلاقي حل كذلك هو هالموضوع يعني شاغل باله إذا عم نحكي يعني مستقبل العلاقة يعني هل هالعلاقة رح تكون يعني أنا يعني كيف ما بيطلع لي بالورق على أنه لسيته في أفكار يعم تجي ببالك وبباله كذلك في أفكار سودوية في أفكار حائرين في حب وفي كل شيء في مشاعر جميلة أنت والشريك بس ما عارفين توصلوا لحل في أفكار سودوية عم تجي ببالكم كذلك هو عم تجي بباله في نوع من الأخذ الوقت للتفكير أوكي بس يعني لازم كأنه الورق يدعوك أنه لازم تلاقوا حل هالعلاقة لشان تستمر الأمور لالنيس العذاب عم شوف في بديج تيدي ممكن الشخص يكون برج الأسد هالإنسان يعني الإنسان اللي كنت عم تتمنى أو تحلم في دعاء أو في نوع من يعني كأنه ستتستجاب لك دعويتك يا برج الزور ورح تحصل على الشخص اللي كنت يعني أو شبيه للشخص الذي كنت تتمنيه بأحلامك عم شوف كذلك أنه أنه ذي كارما عم ممكن تكون علاقة قديمة ورح ترجع من جديد لأنه في هون كات الكارما وبعرف إذا بيبين هدي ورق الكارما يعني 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 ممكن تكون كذلك علاقة قديمة ورح ترجع وترجعوا لبعض يعني النصيح اللي حطيتها لبرج يعني لبرجته خاصة حطيتها للعزيب وارد جدا أنه تكون العلاقة لأنه هون بتلع يعني العالم ممكن هالعلاقة اللي كانت قبل ما انتهت رح ترجع ورح تعيد نفسها من جديد لإلك رح أخذ نصائح لإلكن يا برج الدور لطاقة شاهد نوفمبر طلعت ورقة الميوزيك هارموني يعني لازم تكون مرن يا برج الدور لازم تكون مرن وكمان هون بتلع لك ورقة ال past life the situation inflow your past life memory هيدا بتحكي على أنه هيدا الوضع اللي انت حاسس فيه أو الوضع اللي انت فيه حاليا كأنه كان بالماضي كذلك هيدا للناس العزيب لأنه فيه علاقة من الماضي أو لازم فيه علاقة من الماضي لرح تعود لتصححوا كتير أشياء أوكي كذلك رح أخذ نصيحة من هون يستشيرونك عدة ناس عشان تعطيون نصائح يعني هذه الصفة أو هذه الهبة يعني كتير ناس عم تطلب منك أنه تعطيها استشارة أو معلومة لتحسن أوضاعك أنا بنصح الحكية برجوتوري صراحة أنه تتماشى مع الأوضاع أنه تكون فيه وفي نوع ملانين سي جي مع الشريك الآخر أنه تلاقي حل أنت والشريك كمين أنا بنصح العلاقة اللي هي من أو حدا رح يرجع لك من الماضي أنا نشوف لازم أنه تحسنوا الأوضاع لأنه نشوف فيه كارما يعني إذا كذلك تعاملته بشيء سيء رح تكون كارما سيئة ورح ممكن هالشخص يعاملك بسوء كذلك كارما يعني كما تدين تدان يعني إذا عندك وللبعض وهيدي عم شوفها خاصة للبعض إذا عندك صفة أنه ترشد أشخاص آخرين ارشدهم أو استغلها لتكون عندك بمردود مادة جيد هذا كل شي كان لألكون يا برجوتوري بتمنى أنه أنه تكون ساعتكم وعطيتكم قراءة بسيطة وشكرا الله ترجمة نانسي قنقر